اخطر توقعات ميشيل حايك لعام 2025 حصريا مرحبا بكم متابعين الكرام هذه اخطر توقعات ميشيل حايك لعام 2025 تشاهدونها حصريا تابعوا معنا هذه الحلقة على قناتنا يتوقع ميشيل حايك وقوع نيزة ضخم في تركيا مما قد يتسبب في زلازل جديدة وسيكون تأثيرها ملحوظا في بداية العام التالي توافض المغتربين والسياح لتجربة المغامرة السياحية نهضة وانتفاضة في مراكز معاينة السيارات خطة جديدة في الدوائر العقرية وإصلاح في السجون والمستشفيات حلول سريعة وتحدي الوعود السابقة في ملف أزمة السير وأصحاب مولدات الكهرباء في الواجهة مجددا وفي الصورة أيضا نقل بري وبحري وسكك حديد فوق الأرض وتحت الأرض حزم الأجهزة الأمنية في عمليات دهم وتوقفات على المرافق الحدودية تطال أصحاب مناصب عالية خطة اقتصادية شبه متكاملة من الوزارات ومصرف لبنان مع رزناما لتطبيقها الليرة مستقرة وقوية مثل الأرز قطاع العقارات يتأرجح لكن لا يعود إلى الوراء ملفات التربية والكهرباء والنفايات لن تبقى حكايات ولا حبرا على ورقة بل ستتحقق وتتحول إلى حقائق ملموسة ولو بعد عصير كثرة الطيور والأشجار في لبنان وعقوبة الاعتداء على البيئة ستوازي عقوبة الاعتداء على الإنسان وأكثر انفصام في تصرفات بعض النواب والوزراء في المرحلة المقبلة تحركات غير اعتيادية ذات صلة بمغفر حبيش إحصاءات ربيع العام القادم تتخطى الحسابات والتوقعات ومنها ما يسبب مشكلة نهر الليطاني نهر الأحداث ملف أحد اللبنانيين المحتجزين بإيران لن يكون طي النسيان وساطة لإنهاء الجولات بين محطات التلفزيون اللبنانية بصيغة لا غالب ولا مغلوب حادث مثير بأحد مصاعد لبنان استهداف حركة الشباب بالمخيمات الفلسطينية ما رأيناه في مطار بيروت لن يكون خاتمة الأحزان وجه إعلامي يرسم الخطف والابتزاز سنشهد تفاوض الحكومة السورية حول ملفات عودة اللاجئين وغيرها من الملفات الجدار الفاصل الذي تتحضر إسرائيل لبنائه على الحدود اللبنانية لن يحميها مستجدات في قضية أحد المعتقلين السياسيين اللبنانيين الحزب القومي السوري الاجتماعي يدخل مرحلة الانتقام قانون إعدام محدود وقانون عفو على بعض المعتقلين السياسيين تشكيل جبهة هدفها خرق تركيبة العهد في لبنان شهرة أرمينية جديدة في عالم الرياضة وعودة زمن التفاح اللبناني تلفزيون لبنان من الهامش إلى داخل الحدث المحكمة الدولية تقول كلمتها في لبنان والاتهام لن يمر السلاح الفلسطيني في لبنان يصبح في الضوء المجلس الدستوري يدفع ثمن البعض من قراراته انقضاء يعلن الحداد إثر اعتداء مدبر وإثر حادث مهم إشارات تحذيرية وأكثر لوليد جنبلاط وابنه تيمور سقوط قناعي عن أحد الشخصيات على أحد معابر لبنان ظهور ولد صغير يملك قدرات خارقة واهتمام الأولاد بالما والرائيات تحركات غير منضبطة داخل حركة أمل الفصل الأول مخطط ضد نادر الحريري سلاح حربي يصيب إحدى الطائرات حدث استثنائي مرتبط بصحيفة الإخبار معلومة لرجال الأمن عن متفجرات لا تقل قوة عن تركة التي استعملت لتفجير موكب رئيس رفيق الحريري مجموعة خرقات في لبنان الخرق الأول انفجار واغتيال والخرق الثاني كشف محاولة ونجاة والخرق الثالث مصدر السفرات ومواقع التواصل الاجتماعي ستكون حقائق وليس شائعات مسلسل للتغييرات والتعديلات ذو صلة بالانتخابات النيابية الرئيس سعد الحريري يلعب لعبة خطيرة جدا زيارة علمية وعالنية من التيار إلى سوريا لكنها ذات أسرار النائب جبران باسيل يخالف بالتوقعات التحالفات والنتائج والخطر من اغتياله سيزداد سليمان فرنجي يلتقي السيد حسن نصر الله عين بعين المناعة ضعيفة بين ناجيب ميقاتي والثنائي الشيعي رغم الجرعة الثالثة عملية منتحارية بين طائرات وأرض مطار إيد وعشاق يلبس طابعا آخر غير طابع الحمر الأهداف الإرهابية ستركز على دور الأزياء والعطور المشهورة في العالم كاريزما رئيس حكومة كندا سترفع برصة الخطر عليه رصد غيمة نووية غير بريئة انتجار بركان الشعب الفنزولي احتجاز رهائم في المطارات بريطانيا معالم بشرية ومعالم أخرى بشرية وثقافية برسم الخطر عالم داعش يدخل عالم الموضة الإرهاب يطال سفينة ضخمة في فرنسا فصل رابع من فصول الإرهاب وتركيز على معالم دينية إسلامية ومسيحية نقطة تحول للانتخابات الفرنسية وإنذار لديزني لاند بلبلة واسعة في إطار صناعة السيارات الفرنسية في ألمانيا اضطراب مالي واقتصادي خطة في عالم التيران الألماني استدعاء قوات ألمانية لمكافحة الشغب إيطاليا كرة القدم الإيطالية تتصدر الأحداث فضيحة في إيطاليا أكثر من مجال واحتجاجات شعبية شعبة المعلومات تداهم عنوان جديد والنتيجة صادمة سيناريو محاولة اغتيال يتكرر أول صدمة للصين من عالم الفضاء مجلس المطارنة الموارنة يصدر باين مختلفا عن السابق مشهد يرتبط بقوة الرئيس الشهيد بشير الجميل موجة صاخبة وعامرة نتيجة حدث مرتبط ببكركي الديوان الملكي السعودي يفتح أبوابه للنائب والجمبلات وتتجه الأنظار باتجاه القصر الرئاسي السوري دخان أسود نتيجة نار ودمار ودخان أبيض من شباك القصر تطل من خلاله شخصية معروفة لتعلن وخبر الجميع زحمة في المراكز التجارية وسياحة ناشطة في لبنان ستشمل السياحة الدينية أيضا بأسلوب قاس وصادم يشبه العقوبة ستفرض الإقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال أرسلان أعمال مشبوهة تخص المناخ الزحلاوي ما لم يحصل سنشهده في السجن الرومية وغيره من السجون اللبنانية قوات سوريا الديمقراطية تتصدر المشهد طيران كثيف يحلق في الأجواء السورية هستيريا عسكرية في مخيم اليرموك الجولان إلى الواجهة من جديد وتنزلات من الرئيس الأسد لتعزيز موقفه سوريا تعوم على بحر من النفط والثروات الهائلة الدولار ينفلت لفترة معينة ثنائية سوريا ولبنان ستعود بقوة والسويداء تشن حملة ضد الإرهاب والعصابات المسلح انكشافوا أبعاد مهمة لزيارة رئيس إزرائيل إمارات موقف دولي جديد اعترف للمرة الأولى أن المشكلة لم تكن في الأسد شرق الفرات يكون ساحة للمعارك وخوف من انبثاق حرب عالمية ثالثة بسببه ادلب في طريقها للسلام وتركيا تكون سبب الحل مصافحة بين بوتن وأردغان والأسد عملة روسية جديدة تقلب الوضع الاقتصادي في البلاد القبض على رؤوس سعودية إرهابية سيكون هناك تصفية حسابات داخل الحرام المكي قرارات ملكية كبيرة بينها قرارات من الفئة الذهبية ثورة في عالم الإسكان سيكون من أولويات المملكة إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر